السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الأعزاء والعزيزات الأفاضل والفواضلات والفضليات الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات إذن مساؤكم سعيد وخلال هذا المساء سنتقاسم معكم الجديد الجديد وما تم يعني خلال هذا اليوم اللي كانوا مصدرين ومسوقين للشغيلة كأنه اليوم الموعود وكنت أقول لكم بأن هذا اليوم ما هو إلا فراغ في فراغ زيرو بوانتي أغوش لا يسمن ولا يغني لأن زيرو بوانتي أدروات ما زال تكون بوزيتيف وتيعطي ديمليون ديمليار إلى آخره إذن سد الأحزمة لننطلق وما تنسوش تبارتجوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة تكتروا من جام إعجاب اللايكات وتضروا 120 فعلا اليوم اللي كانت تنتظروا الشغيلة بلهف وكانوا البعض منهم تتخيلوا أن النقابات رغت جيب لهم شي حاجة كنت نقول لكم رغت جيب لكم غالهم لك هل زيرو حصيلة ديلت زيرو رجعو الفيديوهات السابقة إذن باش ما نطولش عليكم فكنت يعني متوقع أن ابن موسى ما غادي يكونش فعلا وفعلا ما كانش اليوم ولم تعقد اللجنة العليا لأن 25 أبريل هذا اللقاء دي اليوم كان من المفروض تكون تنعقد اللجنة العليا إذن كما قلت كان من المفروض انعقد اللجنة العليا برئاسة بن موسى من أجل عرض المشروع المرسوم دي النظام الأساسي اللي يكمل وأيضا المشاريع المراصيل ذات الصلة اللي عندها يعني علاقة بتنزيل النظام الأساسي بتنزيل خارطة الطريق التي أعدى بن موسى ديال 2022-2026 لأن بن موسى أم ميسيونير وجفقت من أجل تنزيل النظام الأساسي إصلاح المنظومة التعليمية وترجمة القانون الإطار 51-17 على أرض الواقع اللي ارتكز على ثلاثات الركائز المعلم والمتعلم والأستاذ أي المدرس ويعني المؤسسات العمومية المؤسسات التعليمية أو المؤسسة العمومية أو المؤسسات التعليمية يعني إعادة تأهيلها بما يتماشى مع ما تطلبه يعني الظروف الآن لمواكبة الإصلاح للمنظومة التعليمية والملفات التراكمية الملفات العالقة الزالقة إلى آخره لا تدخلش له من هلودن وما تدخلش له من هلودن ولا تهمه لا من قاربين ولا من بعيد ليح هذا الشيء لما المديرية يعني الشؤون مديرة الموارد البشرية وأيضا مديرية الشؤون القانونية وفضي النزاعات فقط لا غير المسألة التقنية ليحها إلى المسؤولين التقنيين بيتعالج تقنيا وهما عندهم توأمة مع هذه النقابات اللي هي منذ الأزل وهي تجيب لنا أنظمة جائرة ديالاتفاقات منتصف الليل كما كان الفين وثلاثة اتفاق منتصف الليل فالتفاق ديال ربعة عشر جناير كذلك هذ النظام الجديد لأطر المبادئ الأساسي ديال النظام الجديد جاء في جنح الظلام وباتوا سامرين ليل كاملين وصاهرين ليل كاملين والصباح صباح ومقعين ربعة عشر جناير فقط المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي فقط لا غير إذن خذكم تنتابهوه وغد نبهكم لبعض الأمور ليقدر توحد ما غدي انتابه لها اليوم كان هناك فقط لقاء تقني ديال اللجنة التقنية في يعني في هذيك يعني مديرة اللقاءات والملطقايات كينا في تقدوم كينا في التقدوم في انتيج دمع يعني لقاءة ديال اجتماعات ديالهم ديال اللقاءات والملطقايات الى آخره المهمة لك المقر لكنه في التقدوم التقاوليوم وشكو اللي كان يعني هذا فقط كان لقاءا تقنيا محضن اجتمعت فيه لجنة النظام الأساسي برئاسة مدير الموارد البشرية دو الخلفية الإقسائية و الرئيس ديال فالنزاءات والشؤون القانونية الذين يفدعلون النزاءات يعني تأولاتهم الخاطئة ويضيعون الحقوق ديالشغيلة الفئات المستضعفة وايضا النقابات الموالية لهم المتحالفة معهم منذ الأزل باستثناء النقابة التي قالت لا في وجه الوزارة والحكومة هي الفنو توجه الديمقراطي فبمجرد أنه الفنو التوجه الديمقراطي لم توقع على المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي وهي عندها يعني أسباب ديالها اللي هي من وجهة نظرها منطقية لأنها مؤتمنة على شغيلة التي انتخبتها وأعطتها التمثيلية وبالتالي لا يمكن إلا أن تكون مؤتمنة على حقوقها ولا يمكن أن يعني أن تخون الأمانة ونغد نبهكم إلى عفوا غد يعني نوضح لكم أطيروا الانتباه ديالكم إلى أمر مهم جدا لي يعني من تبالي التاشي واحد إذن ما هو السبب ما هو السبب ليخلي وزير التربية الوطنية أنه يقصي ولا يستدعي النقابة ديال الفنو التوجه الديمقراطي رغم أنها منتخبة يعني وعندها الشرعية القانونية والتشريعية باش يعني تكون متواجدة هي من أجل الإشراف والحضور والبناء والمشاركة في هذا الورش ديال إصلاح المنظومة التعليمية لأن لأن النظام الأساسي لدارسه اليوم المشروع النظام الأساسي تهم جميع الشغيل التعليمية وكي نحل في أعارض من الشغيل التعليمية التي أعطت أعطت يعني التمتيل الصوت للنقابة توجه الديمقراطي إذن فهذه سابقة أن يتم إقصاء واستثناء يعني نقابة توجه الديمقراطي فأنا هنا لا أدافع عن أي نقابة بل نقول يعني المسائل لخصها الدقال بكل صدق وبكل حيات وإحنا عارفين لش قلنا هذا لأننا متتبعين منذ التوقيع للتفاق 18 إذن فهذه سابقة وللأسف الشديد أن ولا نقابة واحدة حركت ساكنا من أجل تنييد الإدارة على عدم يعني استدعاء النقابة ديال توجه الديمقراطي في الوقت منذ 18 يناير إلى ما قبل يعني التوقيع ديال 14 يناير 14 يناير 2003 كانوا كلهم تجتمعوا وتتجتمع معهم النقابة ديال الفنو التوجه الديمقراطي وكانوا مجتمع كل مجتمعين بخمسة يقومون بإعداد مذكرة موحدة وبها اقتراحات موحدة وبأن هذا النظام الأساسي فيه باش تكون على علم بما يجري وبما سيتم تنزيله في النظام الأساسي المقبل هنا غنقول لكم علاش استتناوا وقساوا الفنو التوجه الديمقراطي وهما كانوا تنتظروا غير السببا اللي طاحت فيها الفنو توجه الديمقراطي هالربعة عشر نير وموقعت المحضر ديال الاتفاق ديال الربعة عشر نير لما هو وإلا محضر ديال المبادئ المؤطرة اللي كانوا البعض يتخرجوا وزعرطوا في المغرب كامل ويقولوا الشغيلة آجوا تسمعوا المستجدات فقولوا لهم المستجدات اللي كان تقول سيمستجدات يعني تخصوا الشغيلة مقدرش واحد يفتح فمو ليقولها منذ وربعة عشر نير وما قالو وش لكم شكاين والآن ما يقول لكم شكاين ومستقبل ما يقول لكم شكاين حتى تفاج لقراته الحكومة واللي قراته الوزارة والتصور ديالهم هو اللي غد ينزل بدون يعني زيادة أو نقصان لأن هذه المسائل توقعت للأسف شديد في الحوار الاجتماعي على صعيد الأمناء العامين ديال اتحادة نقابة العملية على الأمناء العامين ديال المركزية النقابية لوقع نهار ثلاثين أبريل ألفين واثنين وعشرين وخضعوا الدعم ديالهم لهم ثلاثة اللي عندهم وبالتالي فأي حاجة كما قلت نقول لكم بغاها أخ النوش غينزلها وأي حاجة بغاها بن موسى غادي ينزلها انتهى الكلام والنقابات الأربعة مصطفى إلى جانبي قلت قلوش لي يا أن نقابة الرابعة سيدتي أنها تهية ماذا تهية يعني موافقة وقعت المحضر ديال القوانئ ديال المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي وهذه الخارجات التي تخرجوا إلى آخره ما هي إلا من أجل الدريب لازو السكيف در الرماد في العيون إذن بتلكم أنا بأن البند اللي كانوا تضمنه في الاتفاق ديال 18 فيانير اللي بقوا دائما تتحجوا به وهو البند ديال الحفاظ عن سرية الجلسات وهم الآن في أمس الحاجة باش تحجم تخرج وباش كل شي يبقى طي الكتمان وباش كل شي يبقى في سرية تامة خصصا الآن ومعلى مشارف نهاية الموسم الدراسي وحتى هذة النقابات المشاركة في الحوار تحط يعني سكرتارية ديالها